إلى الشأن الصحي الآن تعتبر الجراحة القلب من العمليات الطبية المعقدة حيث عرفت تطوراً كبيراً بالجزائر من خلال العمل التنسيقي وتطوير التعامل مع أكبر الجراحين في العالم وليليا داود أعدت تقريراً في هذا الإطار جراحة القلب واحدة من أكثر العمليات الجراحية الدقيقة والحساسة اليوم كفاءة طبية جزائرية مئة بالمئة أصبحت تتحكم في جراحة القلب الجراحون الجزائريون يعملون على مواكبة آخر التقنيات والأسليب المتعلقة بجراحة القلب وليليا داود أردت تطوير التنسيقي بيني وعلياً 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 أن نتعامل في التعامل من أجل الشيورجيين الأنجيريين وعلياً أن نتعامل ما نفعله في باري وعلياً أن نتعاملهم إلى نوال تكنولوجيا وعلياً أن نتعاملهم إلى الملات وعلياً أن نتعاملهم إلى الملات الألجيريين وعلياً أن نتعامل على التعامل من أجل الشيورجيين التعلم بالتطبيق خير من التعلم نظرياً لذا تطالب هذه الكفاءات الطبية الجزائرية من الوزارة تكثيف الدورات بجلب خبراء ذوي مستوى عالي للتعلم منهم خاصة في مجال جراحة القلب التي بها أكثر من تخصص المستوى على المرضى نديرهم نديرهم في العام لكن إن شاء الله معهم معهم وجودهم نستطيع أن نقوم بتعليق النار من الملات لذلك يجب أن نحصل إلى كثير من الملات وعلياً أن نستطيع أن نديرهم إلى الملات وإن شاء الله ننتظروا إن شاء الله كما قلت لك أمراض أخرى وعمليات أكثر أكثر تعقيب خاصة فيما يخص جراحة الشريان الأبهر والاكخوسة أوقتك اللي تمد العروق اللي تطلع للمخ عملية استبدال هذا الشريان الأبهر لما يوقع له انتفاخ أو انديسكسيون هذا الإجراء من شأنه تخفيف الفاتورة التي تتكبدها الجزائر سنويا جراء نقل المرضى للعلاج في الخارج وكذا تقليص قائمة المرضى الذين يحتاجون لإجراء عمليات من هذا النوع من العمليات الجراحية